استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً قدمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آخر مستجدات أنشطة صنديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صنديق الاستثمار في المعادن النفيسة أكد مدبولي حرص الحكومة على نجاح تجربة المصرية في مجال صنديق الاستثمار في الذهب وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصنديق بما يوفر فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال هذه الصنديق وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن حماية حقوق المواطنين ترجمة نانسي قنقر